ليه بقى؟ ليه الاهلي موصلش فينال لمنديال ليه الاهلي ماخدش برونزية المنديال حلق بس المدة نص دي يا كريم يعني ينفع عشر ثواني اه يعني نحاول نحاول حب فاصل اه يعني اقبح سيناريو لكرة القدم النهاردة حصل لنادي الاهلي سيناريو صعب جدا 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 بحالة طرد وانت بترجع لنتيجة اتنين واحد بتتقدم وانت خسران بعدها يجي لك راكل الجزاء تضيعها وترد عليك براكل الجزاء من نص الملعب وانتكلم عليه لوحده وانتكلم عليه لوحده طبعا يعني بعدها انفراد تاني لتاو ويضيع بعدين ترد عليك بهدفين سيناريو صعب اوي منهم راكل الجزاء من اللاشئ بتاعت بحمل هاني دي من اللاشئ حرفين بقدر نظر عن صحتها ولا لأ مش دي قضيتي يعني لكن انا بتتكلم عنه من اللاشئ مكانش هجمة محققة ومنعت يعني كان من اللاشئ وفي الاخر سيناريو صعب اوي 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 مر بيه النادي الاهلي النهاردة انا شايف ان كرة القدم ظلمت النادي الاهلي جدا جدا والنهاردة كان سيناريو ظالم زي السيناريو الظالم بتاع ريا المدريد لكن ده لا يمنع ان السيناريو اه ظالم لكن كان بايدك وجزء كبير منه كان بسبب اخطائك وبسبب مشاكل فردية عندك طيب نروح بقى نشوف ليه الاهلي مقدرشي النهاردة تحديدا او الاهلي عمل ايه ايجابي الاول نقول ايه الاهلي عمل ايه ايجابي ومرسي الكولر عمل ايه النهاردة في المباراة ومرسي الكولر كان مزاكر تاني زي ما قلت لك كان مزاكر الريال مدريد كويس اوي كان مزاكر فلمينجو النهاردة كويس اوي وانه عارف ان فلمينجو عنده مشاكل فيهم بالضبط ويفترى يعمل ده لو بتري نعمل الحالات بتاع الكرات العرضية وليه مارسي الكولر استهدف النهاردة الاول مرة 시ستم جديد من الكرات العرضية الكرات العرضية العميقة ما بيستخدمش البلونات ما بيروحش للإندلاين وبتري يعمل الكروس لأ كان بيعمل إر الكروس من بدر شوية سواء بخالد عبد الفتاح أو بعالي معلول وكان غالبيتهم طبعاً لعالي معلول سواء من كرات سبتة أو أوبن بلاي كرات مفتوحة وكان قادر النادي الأهلي إزاي إنه يعملها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تم التسجيل لأهلت الحالة إنقل على الرقم اثنين على طول إنقل على الحالة رقم اثنين بتاعت الكرات العرضية فأنا مريح نتكلم يا كريم على إنه النادي الأهلي عملها مرة واثنين وثلاثة واربعة ده بيقولك إنه كان فيه نمط الرجل مركز على العمق واحدة راحت لحد ما الحالات تجاز معنا واحدة راحت على رأس حمدي فتحي جوه الستة بلا رقابة وراحت فوق العرضة اللي بعديها سقطها علي معلول في الجول اللي بعديها اتحطت بالعرض لمحمد شريف ورحتتها بس قبلها من تحتك العادة يعني حطها فوق العرضة لكن برضو كان كروس عميد كان بعد الهدف على طول وأخيرا كانت كرة الهدف بتاعتها من العبدالقاد ده كان نمط الرجل عمله النهاردة بمنتهى البراعة وفي كل المرات أيوة أيوة كم دي إلعبها بقى على طول إلعب الإلعب السور على طول دي الحالة الأولانية بتاعت علي معلول كرة سابتة كم للسور اللعبة متحفظة إن هي إن الكرة تتعامل في العمق وده اللي اتعمل النهاردة الأهل ما كانت يلعب دايماً على البعيدة ولا على القريبة الأهل كان بيحط الكرة دايماً في العمق من أي حتة في الملعب سواء من على اليمين أو من على اليسار كان بيحط الكرة في العمق اتعملت أربع مرات وكان أخيرهم الكرة الثالثة كانت الهدف والكرة الرابعة كانت كرة محمد شريف تم للسور اللي قبلها ببطل رجل وراحت فوق العرضة ده كان نمط النمط التاني الرجل لما لقى بقى إنه خلاص استنفس ده وعمل الشكل ده ابتدأ ينوع ويعمل شكل تاني نمشي بس مشي الحالات مشي الفريمز أسرع شوية دي الكرة بتاعت حمدي بصها بصها كريم كرة جوة الستة بدون رقابة لأنها تحطت في مكان حمدي عارف إنها راحة فيه حمدي عارف إنه معلومة يحطونه الكرة في الحتة دي وتطور وجود حمدي أسف لوقتها كلامك يا جيمي تطور وجود حمدي أصلاً في المركز ده تطور الراجل يعني الراجل خد حمدي فتحي من لعيب بيلعب سنتر باك تالت ووصلوا إن هو يلعب في المنطقة دي فروت تاني وده حصل في مبرات اللي فاتت كلها نتفضل كمل بقى لعب ماشي ماشي الفريمز أسرع كلها بتاع الحالات لأنها كلها حالات كرات عرضية بعدها يا كريم ابترى الراجل بعد ما خلاص استنفذ بقى وخلاص ابترى لعيبة لعيبة فلامينجو تقف كويس قوي فيه على جول 18 وتحاول إنها تقفل ابتدى الراجل يشتغل على فكرة تانية راح عمل راح عمل ستريتشنج الملعب طار محمد طار ناحي تلمين واحمد عبدالقادر ناحي تشمال وخلقة شانل لبيرسي تاو عمل بها الاختراك ده أربع مرات خلال المباراة إنه بيختارق في المسافة اللي ما بين الباك رايت والرايت سنتر باك بتاع فلامينجو عمل الاختراك ده أربع مرات كم منهم الكورة اللي في الشوت الأولاني اللي صلاحت العلي معلول والكورة اللي في الشوت التانية الانفراد اللي هنتكلم برضو عن الانفرادات والفرص المحققة في ماتشو فلامينجو بعدين